الآن نتحول إلى نافذة من تونس مع الزميلة إيمان لحرش ومواكبة للتطورات من هناك مساء الخير إيمان مساء الخير سامي شكرا جزيلا لك أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة المباشرة من العاصمة تونس آخر التطورات وآخر التصريحات كانت من رئيس التونسي قيس السعياد اللي جاءت في زيارة كانت غير معلنة لمدينة سيدي بوزيد جنوبية البلاد واللي انطلقت منها أولى شرارات ثورة اللي أطاحت برئيس الأسباق زيل عبدين بن علي قيس السعياد خلال هذه الكلمة أكد على أن التدابير الاستثنائية اللي أقرها يوم الخامس والعشرين من جويه ستستمر وستتواصل مشددا على أن الخطرة لا يزال جاثما وأن التدابير كان يمكن أن تكون أشد كما أكد أيضا رئيس التونسي أنه تم وضع أحكام انتقالية وبأنه سيتم تكليف رئيس حكومة ستكون في الأحكام الانتقالية التي ستستجيب لإرادة الشعب التونسي قيس السعياد أيضا أشار إلى أنه سيقدم قانونا جديدا للانتخابات إذن هذه التصريحات وغيرها جاءت في كلمة قيس السعياد من سيدي بوزيد الرمز اللي قال أنها مهد الثورة وأن كلمته جاءت من مهد الثورة لا من مدارج المسرح البلدي في إشارة إلى تحركات النهضة وحلفائها يوم السبت الماضي للمزيد ربما في هذه القراءة في هذه التصريحات والرسائل منها ينضم إلي الكاتب والبحث السياسي التونسي جمال عرفاوي أستاذ جمال مرحبا بك معنا إذن في رؤوس الأقلم لربما استشفيناها من الرئيس قيس السعياد هل يمكن أن نقول أن الصورة بدأت تتضح؟ تتضح خاصة إعلان رئيس الجمهورية الليلة أنه على استعداد أن الأحكام الانتقالية أصبحت جائزة وستدخلوا حيث التنفيذ مما يعني تعليق العمل بالدستور دستور 2014 وسندخل في مرحلة جديدة مرحلة جدل قانوني ودستوري جديد في البلاد هناك مسألة أخرى كون رئيس الجمهورية قال أن القانون الانتخابي يبدو أنه جائز وسيعرض للإستفتاء أيضا هذا الموضوع سيفتح مجانا للنقاش في تونس والجدل في تونس خاصة أن هناك عديد من الأطراف السيسية حتى الداعمة لرئيس الجمهورية تطالب تشريكها في إعداد هذا القانون الانتخابي وبالتالي تشريكها في المرحلة القادمة رئيس الجمهورية لم يحدد موحدا نهائيا للإعلان عن رئيس الحكومة الجديدة سوف لن يكون رئيس الحكومة بل سيكون رئيسا للوزارة لأنه ليس الحكومة الحقيقة سيكون الرئيس قيس سعيد لأنه هو من يملك جميع الصورة حاليا وفقا لما أعلنه يوم 25 جوليا الماضي وبالتالي فإن هناك رئيس الجمهورية اليوم خطى خطوة إلى الأمام إضافة إلى رده على مسيرة أو الوقفة الاحتزاجية التي قاب بها عدد من خطوة إلى الأمام مستجمال من شأنها أن تحلح الأمور أن تعقدها خاصة إذا ما تحدثنا على الأحكام الانتقالية إذا فهم منها أنه تنظيم مؤقت للصلاة وبالتالي تعليق الدستور كما أشرت هذا موضوع أثار مجرد الإشارة إليه من قبل مستشار رئيس سابقا أثار جدل كبير في الشارع والشارع السياسي على الخصوص التونسي ودفع الرئيس نفسه إلى التأكيد أنه سيبقى في إطار هذا الدستور الدستور 2014 وسيعمل على التعديلات من داخله ما الذي تغير؟ لكن لا ندري ما الذي تغير وحتى ستيتة الخادر الدستوري تابعت تعليقاتهم منذ قليل وهذه تعليقات سريعة قالوا سنعيد الاستماع إلى خطاب رئيس الجمهورية لأنه كلمة الانتقال للأحكام الانتقالية هو يعني عمليا تعليق العمل بالدستور وبالتالي رئيس الجمهورية تراجع عما وعد به في وقت سابق وقال أنه سيعش تغل داخل دستور 2014 لكن هناك منذ سنوات رئيس الجمهورية تحدث عن دستور 1959 وبالتالي حتى النظام السياسي سيكون شبيها بما أتى به نظام جاء به دستور 1959 أي نظام رئاسي رئيس الجمهورية هو الذي يمسك بالسلطة التمثيبية وبالتالي فإن الرئيس الجمهورية خطى خطوة إلى الأمام وأعتقد أن الجدل سيفتح الوضع سيزاد تعقيدا خاصة محليا ودوليا أيضا نتظر ردة الفعل الدولية وخاصة شركاء تونس رئيس الجمهورية صمد إلى حد الآن أمام الضغوطات المحلية والدولية في ظل تناني شعبيتي هل هناك مخارج في حال لجوء الرئيس إلى الاستفتاء أي كانت فيما يتعلق بتعديل دستور أو تغيير الدستور أو حتى فيما يتعلق بالقانون الانتخابي الذي أشار إليه هو يقول ويشدد في تصريحات الليلة يقول صواريخنا القانونية على منصات إطلاقها تكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق هل يمكن أن يكتسب شرعية مباشرة في أي خطوة وبأي اتجاه كونه لجأ إلى أصل الصلط الشعب؟ بالفعل حتى عملية سبر الأرى تؤكد يوم بعد آخر مع أنت صلابة شعبيته لكن ما بين شعبية رئيس الجمهورية والواقع التونسي سواء الاقتصادين أو اجتماعيين أو في علاقاتها الدولية والإقليمية ربما هنا تكمن الضبابية وربما هناك مخاطرة من قبل رئيس الجمهورية بتعليق الدستور إن صار إليه إن صار في هذه العملية هناك مخاطرة كبيرة جدا ربما سيزداد الخناق عليه سواء من طرف المجموعات الضغط أو حتى من طرف الشركاء الدوليين عن الشركاء الدوليين وربما مجموعات الضغط هو أشار مرة أخرى إلى أن الخطر الجاثم لا يزال مستمر وبالتالي حتى التدابير الاستثنائية ستستمر ما المقصود بالخطر الجاثم؟ خاصة أن البعض كان يقرأ فيه أن البرلمان وبالتالي تم تجميده أو تعليقه لكن رئيس الدولة اليوم يقول أنه لن يترك الدولة كالدمية تحركها الخيوط من وراء الستار مبينا أن الخطر الداهم لم يكن لأسباب خارجية فحسب بالتالي كان هناك أسباب داخلية وأسباب خارجية؟ بالفعل إلى حد يوم الأمس مزارة التغييرات تجري داخل وزارة الدقلية وهي الوزارة الأهم في تونس وهي الوزارة التي تأتي بالشتاء والربيع في تونس وبالتالي فإن رئيس الجمهورية حسب المعطيات التي لديه ولم يكشف عنها قال أنه يتحفظ على ذكرها أعتقد أنه التغييرات التي تحدث على مستوى قيادات وزارة الداخلية أعتقد أنه ما يبلغه من المعلومات هناك ما زال الخطر جاثم في تونس خاصة أنه اختراقات كبيرة حصلت في وزارة الداخلية منذ أكثر من 11 عاماً منذ سقوط نظام بن علي وقعت اختراقات كبيرة لوزارة الداخلية وكل طرف يتحكم في هذه الوزارة لأن الوزارة المفصلية في تونس هي التي تضمن الأمن تضمن سير العملية الانتخابية تضمن كل شيء في تونس وزارة الداخلية وبالتالي فإن رئيس المهورية وفقاً لما أشار إليه أن الأمور لم تستطب بعد أمنياً ولم يضع يديه بالكامل على وزارة الداخلية لأن الرئيس كان مطالب أيضاً بتوضيح وتبرير أسباب لجوء للفصل الثمانين من الدستور وأيضاً تفسير الأسباب أو هذا الخطر الجاثم نعم تقريب منذ 25 جميلة ورئيس الجمهورية يحاول أن يفسر حتى داخلياً ودولين ضيوف الذين زاروا تونس جميع الذين زاروا تونس من أعضاء من الكونغرس الأمريكي أو شخصيات أخرى أوروبية جاءت إلى تونس خاصة الممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أوضح له رئيس الجمهورية أسباب التجائي لهذا الفصل الثمانين الذي قال أنه كان مضطراً للذهاب إليه لأن الوضع الأمني في البلاد والاجتماعي كان مهدداً بالانفجار وبالتالي التجأ لهذا الفصل الذي يقوله على العديد القسم حوله العديد من خبراء القانون الدستور قالوا أن الرئيس الجمهورية توسع فيه كثيراً وأدخل فيه عدة قراءات لا تحملوا هذا الفصل لكن هناك خبراء آخرين قالوا أن هذا الفصل يسمح له بالذهاب إلى ما ذهب إليه إلى حد الآن وهو تأويل وبالنهاية هو في ظل غياب المحكمة الدستورية هو الشخص المخول له حالياً بتأويل الدستور بشكل عام أمامه إذا هذا كيف نتوقع ردود الفعل؟ من ربما مناصري الرئيس أو مناصري خطواته بعد 25 من جوية أو من خصومه خصومه اللي يحاولون في الفترة الأخيرة التصوير على أن الرئيس في نوع من العزلة هل هذا هو واقع الأمر؟ كيف نتوقع موقع الرئيس في المشهد السياسي أو المنظومة السياسية؟ على المستوى الحزبي أو المستوى السياسي رئيس الجمهورية يشتغل لوحده حتى أن شريكه الرئيسي وهو الاتحاد العام توسي لشغل الذي رحب بإجريات 25 جوية بدأ يتراجع وبدأ يوجه انتقادات سيام انتقاداتي لرئيس الجمهوري وطريبه بالتسريع في الإعلان هذه على تشكيل الحكومة وليعود الوضع إلى ما كان عليه لكن لم يطلب الاتحاد العام توسي شغل بعاودة هذا البرلمان ولكن عاودة المؤسسات الاقتصادية للعمل فالاتحاد العام توسي شغل لديه عدة ملفات يريد أن يفتحها مع الحكومة القادمة على أولها التفاوض حول الزيادة في الأجور الذي كان مفترضاً تطريقها منذ أفريل الماضي لكنها معطلة حد الآن قصر الحكومة بالقصبة ما زال مغلقاً منذ تقريب 25 جوليا وحتى أن هناك عدة اتفاقيات دولية ما زالت معطلة في انتظار ولادة هذه الحكومة أخيرها هناك اتفاقية تمنح تونس 500 مليون دولار ضمن برنامج الألفية الأمريكي كان مفترض أن يتم التوقيع عليه يوم 2 أودس الماضي لكن تم تأجيلها إلى تاريخ غير مسمى في انتظار تشكيل هذه الحكومة هذه بعض المشاكل التي بدأنا نعاني منها اقتصادية نحن في حاجة لأي مليون في تونس بسبب غياب هذه الحكومة وبسبب غياب الرؤية أو المرحلة القادمة ما كيف ستقول المرحلة القادمة ما زال ريسكي سعيد متردد أن ربما خطاب هذه الليلة يمهد للإعلان عن هذه الحكومة عن برنامجه السياسي خلال الأيام القليلة القادمة برأيك أستاذ جمال خرجت اليوم كانت رد مباشر أو غير مباشر على تحركات النهضة والتصعيد النهضة وحلفائها في الفترة الأخيرة وخاصة ولسيما تظاهرة السبت لأن الرئيس يقول أنا ألقي كلمتي من مهد الثورة لا من مدارج المسرح البلدي يعني يوجه كلمات أيضا للأطراف لأن البعض ضيدنه بث الفوضى والارتباك والهلع وصناعة الأزمات كذلك وهناك كانت أيضا تصريحة لافتة للرئيس التونسي اللي أكد فيها أن الثورة انطلقت من سيدي بوزيد المكان اللي أدلى فيه بكلمته وبالزيارة غير المعلنة اليوم يوم السابع عشر من ديسمبر واعتبر أيضا قاسي سعيد أنه 14 جنفير هو تاريخ إجهاد هذه الثورة على ما يبدو أن أستاذ جمال فقد الاتصال به عموما سأحاول التذكير بجانب من أبرز تصريحات قاسي سعيد لا أدري أن كان أستاذ جمال يسمعني الآن إذن كنت بشكل عام أتحدث ربما عن الرسائل اللي أراد الرئيس سعيد أن يوجهها إلى النهضة الرسائل كانت واضحة جدا من خلال رده على الوقفة الاحتتاجية التي بكل تأكيد دعت إليها حركة النهضة رد عليها بدحوله إلى مدينة سيدي بوزيد وقال أن الوقوف أمام المصرح البارد بالعاصمة هو معد للتمثيل ليس إلا وبالتالي فإن الاتهامات التي رافقت هذه الوقفة الاحتجاجية لم يعرها رئيس الجمهورية أي اهتمام ولن تثنيه قيدة أنملة ولن تحمله على التراجع بالنسبة للقرارات التي اتخذها يوم 25 جميل الماضي فبالتالي فإن الضغوط تمارسها حركة النهضة عبر العديد من الأطراف لن تثني رئيس الجمهورية عن مواصلة مسيرته التي اختارها لنفسه نعم إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي جمال العرفوي من تونس مشاهدين بهذا نأتي إلى نهاية هذه النافذة المالية من العاصمة تونس نزيد من الأخبار على رأس الساعة من استجهتنا في أبوظر اشتركوا في القناة